تكتب وتنشر الأخبار المزيفة والكاذبة عادة بهدف التضليل والحاق الضرر بشكل العام للحديث أكثر عن هذا الموضوع بنضم أن مدير مرصد مصدقية الإعلام الأستاذ طاه درويش أهلا وسهلا أهلا بك أهلا بك سعد مساك أهلا وسهلا سعد علي سعد بداية كيف تخدعنا الأخبار المزيفة والأخبار الكاذبة وشو دور مرصد في هذا الموضوع صديقي علي ما رأيك بداية أن نصوي بالمصطلح قليلا الأخبار ليست كاذبة الخبر لا يكذب الخبر إما أن يكون خبرا وإما أن لا يكون الذي يكذب هو من وضع الخبر الذي يكذب هو من يزور الخبر كاتب الخبر كاتب الخبر أو الذي يتناقل المعلومة الكاذبة المعلومة المكذوبة بالأصح هو الذي يسهم في انتشارها هذه المقطة مهمة جدا كي نميز بين من يمارس العمل الصحفي بمهنيته التي تفترض أبسط القواعد الصحفية أن يكون الخبر دقيقا سليما مكتمل للعناصر ليس ثمة أهواء شخصية به ولا مبالغة ولا تضخيم الخبر الحدث كما هو بعناصره من ماذا متى اين لماذا أن يجيب على الأسئلة الخمسة أو الستة أحيانا قد تضيف لها كيف هذا بداية تماما بخصوص أنه إحنا ممكن نحكي متابع أو مشاهد لكن ما عنده هلوعي الكافي في تمييز الخبر إيش الطريقة حتى ما يوقع بفخهاي الأخبار والإشاعات طبعا بداية يجب أن نؤكد على خطأ المقولة التي كانت سائدة قديما حين كنا نقول أو نردد الصورة لا تكذب أبدا مثلا الصورة الآن تكذب الصورة الآن تكذب وبأبشع مظاهر الكذب أحيانا أنت تعرف ذلك ويعرف الأخ علي كيف يمكن للأشخاص أن يتلاعبوا بالصور وتضغيلها صحيح وتضغيلها نعم فما بالك بالأخبار والمعلومات مشكلتنا الآن في هذا العصر الذي نحياه أننا نتعرض إلى سيل جارف من كم وكم يعني غير مسبوق من الأخبار غير الصحيحة غير الدقيقة الزائفة الكاذبة التي تأتي من كل حد بنوصوب وبالمناسبة هذه ليست ظاهرة محلية لا نستطيع أن نقول أن الأردن على سبيل المثال يعاني من هذه الظاهرة هذه ظاهرة عالمية نعم صحيح عالمية بالمقاييس كافة ولا تكاد دولة في العالم تخلو من آفاتها وأضرارها طبعا هناك أسباب كثيرة لانتشار مثل هذه الأخبار الاستخدام المذهل لتكنولوجيا الاتصال النشوء الغير المسبوق لمنصات التواصل الاجتماعي انتشار ظاهرة الصحف المواطن أو صحافة المواطن كل من يمتلك جهاز هاتف بيده أصبح صحفي يتناقل الأخبار يتناقل المعلومات التي تصله المواطن العادي غير الملم بأسرار مهنة الصحافة أبسط الطرق أبسط الطرق التي ممكن له أن يستأنس بها كي تعينه وتحميه من مثل هذه الأخبار أن يكون أولا حريصا وواعيا أن ليس كل ما يأتيه صحيح يجب أن يضع نصب عينيه أن هذا الجهاز الواتس أب الفيسبوك تويتر ليس كل ما ينشر عليه قديما كنا أخي عالي إذا لاحظت الصحيفة اليومية كنا نقل أيام الصحافة التقليدية إذاعة تلفزيون صحيفة حين نقرأ الخبر بالصحيفة خلص خبر يصدق مغاشرة وموثوق لماذا؟ لأن الهيئة التحريرية في الصحف هناك عدة فلاتر عدة مراحل يمر بها الخبر من المندوب إلى المحرر إلى سكرتير التحرير إلى رئيس التحرير الجيت كيبر حارس البواب الإعلامية هذه كانت تنشر لك الخبر أقرب إلى الدقة من غيره هاي وحدك نعم الآن اختفى ذلك أصبح كل من يملك جهاز بإمكان أن يمرر وأن ينشر الآن عدم ثقة المستخدم بما يأتيه هذا ربما هي مهارة بحاجة إلى تنمية صحيح مهارة ينبغي أن ننمي في أبنائنا وبناتنا وأصدقائنا على الأقل ومن نعرفهم مهارة التفكير الناقد كريتيكال ثينكينغ كيف تفكر تفكيرا ناقدا حين تأتيك المادة تأمل بها قبل أن تعيد إرسالها قبل أن تعيد تمريرها تدبر في خباياها اسأل نفسك هل هناك ثمة مبالغة تضخيم أغراض شخصية أحواء شخصية نعم صحيح مزج للرأي بالخبر نعم حين تمزج الآراء والانطباعات الشخصية بمحتوى بالكونتينت أو بالمضمون حينها يخرج المادة الخبرية عن سياقها طب استغطاء أنا بسألك سؤال هون هل يعني بتعتقد بوجهة نظرك انتشار المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو انتشار مواقع التواصل الاجتماعي السوشالية حدث ولا حرج هل هذا ساهم فعلا في انتشار الخبر الكاذب هذا سبب من الأسباب سبب من الأسباب الرئيسة لأين وصلنا عدم تمييز صحة الخبر وشفافيته لأين وصلنا إحنا كأفراد كأفراد بحاجة إلى وقت حقيق حتى نتشرب ثقافة التحقق كيف نتشرب هذه المهارة التي تكتسب أن نتحقق مما يأتينا طبعا هناك طرق مجال التربية الإعلامية يحيلنا إليها التربية الإعلامية بوصفها طبعا نسميها الآن يعني حاجة ضرورية لكل دولة من دول العالم كي تحصن أبنائها كي تحمي الجيل الجديد من المحتوى الضر والأوطان كم والوطن أيضا من الإشاعة من اغتيال الشخصية من كذا كذا لكن التربية الإعلامية أيضا ميزتها أن الآن على سبيل المثال الأردن دولة رائدة دولة رائدة في تبني مفاهيم التربية الإعلامية وفي نشرها بين طلبة المدارس والجامعات وهناك مشروع وطني تتبنى وزاة الثقافة الآن وأيضا معحد الإعلامي الأردني دأب منذ فترة طويلة على تقديم دورات في التربية الإعلامية الهدف الرئيس من وراء هذه الدورات إكساب المواطن أو متلق الدورة مهارات التعامل كيف تتعامل مع الإعلام بذكاء كيف تتعامل مع الرسالة الإعلامية بنوع من الحس الذي يقيك الوقوع في براثن الكذب هذه مسائل مهمة وينبغي أن ننتبه إليها طب بس هو تعليق بسيط أنه حاليا في تربية إعلامية ودورها أكيد مهم زي ما أنت تفضلت هل في أساليب أخرى لمواجهة هذه الظاهرة غير هذا الموضوع؟ الأساليب الأخرى لمواجهة تدفق وظاهرة الأخبار المكذوبة أو الزائفة أو المضللة أن نضع نصب أعيننا أن العالم كما يعاني من أوبئة وباء كورونا أحدثها الآن أيضا يعاني من وباء يسمى وباء المعلومات وباء المعلومات حين تختلط وهذا المصطلح مصطلح عالمي استخدمه مؤخرا لكن جذوره تعود إلى العالم معلومات المغلوطة طبعا الانفو داميك المعلومات المغلوطة اللي هي مزيج من التضليل الإعلامي والتشويه والفبركة والاختلاق أحيانا وبالمناسبة هذه الظاهرة أيضا ليست حديثا مع السوشيال ميديا فقط من 1897 أستاذ علي حين نشأت أول صحيفة في العالم صحيفة التايمز كان هناك مساحة للكذب نسميها الكذب اللي تطور لاحقا إلى مقولات فلسفية اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس نفسك صدق نفسك كونك كاذب حقيقة قديما في 1785 يعني في القرن الثامن أواخر القرن الثامن عشر نعم كانت الصحيفة تحرص على بيء أكبر عدد من نسخها الورقية وعلى جذب المعلنين فكانت تلجأ إلى بحرجة القصة الخبرية تضخيمها إضافة عنصر التشويق والعناوين الجاذبة حتى لو كان الموضوع كذب وخداع حتى لو كان كذب وخداع وكثير من الصحف كانت تلجأ قديما إلى ذلك نعم صحيح ليس ثمة أسلوب لجذب المعلن إلا العنوان الصارخ أجل تطور الأمر إلى الإذاعات الإذاعات 1922 أول إذاعة نعم 1925 التلفزيون نعم الآن هناك جدل أي تلك المنابر الإعلامية ضمن مناخ أو فضاء الصحافة التقليدية إذاعة صحف تلفزيون أيهما بيئة خصبة لنشر الأخبار المكذوبة أو الزائفة أكثر من غيره هذا بحاجة إلى دراسات وإلى تحليل طبعا الحديث في هذا الموضوع يطول جدا نعم يعني إحنا دهمنا وقت فقراتنا اليوم نعم إن شاء الله نتمنى أن مستمعي ومشاهدي قناة تقرأ اليوم يكونوا يعني وصلوا لمعلومة التحقق وزي ما حكيت يكون عندهم الحس الإعلامي بطلق الخبر بطريقة صحيحة ونقي أنفسنا من موضوع الأكاذيب أو الأخبار وأن نعيد معا نعمل معا من أجل إعلاء قيمة المصداقية في حياتنا نعمل ذلك مصداقية المحتوى الإخباري كيف نعمل معا من أجل هذا الهدف السامي والنبيل الله أعطيك العافية سعد مساك وكنت نورنا اليوم بيسعد مساك